كويتي اليوم صدق الأجهال القادمة صدق الأجهال القادمة؟ عنده هدف رئيسي أن يربح أربحه بس وخارج إطار المخاطر المحلية يعني ما أربح بالاقتصاد الكويتي أربح برة ما سمعنا أحد من الحكومة يمكن اشرح لنا إيالا هو البديل الاستراتيجي من سنة 2014 كان فيه دراسة سموها البديل الاستراتيجي البديل الاستراتيجي هي بديل عن الوضع الحالي أي زيادة عبثية في الرواتب أي زيادة عبثية في الرواتب غير مدروسة هي إساءة للمواطن وخفض لمستوى اللعب مع إنشي ولا يست لأن أي زيادة عبثية هو عبارة عن تأجيج للتضخم راح نزيد التضخم بساعة كل هذا كانت تسخين أنا حنز الله يستر الزؤال لله لما نسمع الدين العام نعم أنا هذا الدين العام ساعاته أشعر شيء مخيف يخرق وساعاته أسمع من الناس اقتصادين الدين العام شيء طبيعي أصلاً الكويت قبل مقترد أكثر من مرة فما هون شيء يديد صحيح اليوم كنا سمعنا ممكن يصير في صندوق سيادي داخل الكويت أنا شهادتي أنا يعني غير بحثي مع الدكتوراه عن استراتيجيات الاستثمارية مع الصناديق السيادية إن استثمار سيادي في الاقتصاد الكويت الناس قد تسمع كلمة ضريبة 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 فأوش هي ضريبة على المواطن وعلى الشركات نعم الضريبة هي ضريبة على الشركات فقط إما نستفيد من هذه الضريبة داخل الكويت اللي راح تطلع راح تطلع من الشركات في ساعات حزازية يايين يربوحوا أكيد يايين كل تاجر يربوح فسفيدني أنا كمواطن خل المواطن يستفيد خل المواطن يشارك في الربح ليش بس يشارك بالاستفادة التنموية أقدر حين لو بسير متشائم جداً بقول لك إبعانا هذا بي دي أف كله أوراق وكله كلام شنو اليوم جدية الحكومة وقطاع الحكومي وجهة تنفيذ الدولة أنا يطبق اللي قاعد أشوف هذا كله مساكم الله بالخير اليوم معانا وأنا صراحة يعني دكتور سعيد إنه بهذه الحلقة ويانا شخص من يعني جهة حكومية اليوم واحد من الناس اللي أعدوا برنامج الحكومة ولصراحة إحنا كشعب يعني من زود الثقافة اللي قاعد تصير فينا السياسية آخر فترة توقع لكل قرأ هذا البرنامج وقمنا نفصل فيه وتناقش فيه بدواوين لكن قاعد نتناقش فيه مع بعض وماك واحد يقولون إذا كلامكم صح ولا خلط فاليوم أنا سعيد أن أحد الناس اللي اشتغلوا على هذا البرنامج موجود جدامي موجود اليوم معاي دكتورة بعزيز العصيمي أول شي حياك الله في موتكاس دائرة الله يحييك وسلمك مشكور على الاستضافة يعني وإن شاء الله تكون سوالفنا خفيفة يعني إن شاء الله وتكون توضح بعض الأمور اللي يعني حاولنا من خلال فريق أعداد البرنامج عمل الحكومة أنه يعني يكون البرنامج بشكل جدا واضح للناس الإنسان اللي يبي يلقى فيه برامج التنووية يقراها بشكل أوضح لها معالم واضحة ولها مدى زمني أيضا واضح وشي دكتور أنت ليه مشكور على بيت الدعوة الله يزنك يعني وإذا تواصل مع الساعة الأطراف الحكومية الناس تكون حذرة تطلع بالإعلام لكن أنت ليه مشكور صراحة قلت لي بالعكس تعال ونسأل ونتناقش عن وائد مفاهيم أنت اليوم اقتصادي أنت اليوم متدرس في الجامعة أو درس طلبة فاليوم أنت يعني عدري أنك راح يكون سهل عليك أنك تصرح لنا وائد أمور مفاهيم صعبة لأننا كمواطنين بسيطين نحن مقتصادين نحن ناس بسيطة نسمع وائد عن الدين العام نسمع وائد عن خطط وبرامج عمل حكومة وصندوق سيادي نبي نوضح هذا كله بس بالبداية أبي تجربتك أنت أنت اليوم واحد من الناس اللي سواوا هذا البرنامج اللي قام شوفت دامنا شلون تجربة بالعمل الحكومي أنك تصيغ برنامج للحكومة طبعا تجربة كانت يعني طبعا هي كان مداهل الزمني شوية قصير لضرورة دستورية الموجودة أو الضرورة القانونية الموجودة أنه يعني تقدم الحكومة فور تشكيلها فكان حريص مجلس الوزراء أن يقدم برنامج عمله بشكل سريع وبنفس الوقت هو بشكل واضح التوجيهات اللي يتنى كفريق من مجلس الوزراء أنه يجب أن يكون المشروع واضح المعالم وهذا طبعا ذكر كله في الخطاب الأميري اللي تلاه سمو رئيس مجلس الوزراء ويكون لأمدى زمني وتكون مشاريع واضحة يعني إحنا طبعا خلال فترة إعداد البرنامج طلعنا على المشاريع على البرامج الحكومية السابقة وكان مطلوب مننا نحول أغلب الأهداف اللي موجودة فيها أو كانت تسمى المبادرات إلى مشاريع واضحة المعالم فمثلا أي فكرة فيها تعزيز أو تطوير أو كذا نشيل هالكلمات ونخلي قل شنو المشروع تطوير المناهج شنو بتسوي تطوير المناهج بتحطون إطار عام شنو هذا الإطار فيه تفصيلات معينة ولها مدى زمني محدد متى يطبق فكان هذا الهدف أو هذه الطريقة اللي يعد فيها البرنامج بهذا الشكل بهذه المراحل خلال هذه المراحل الفريق الفني التقى مع أكثر من أربعين جهة حكومية كل هذه الجهات جاءت بمرئياتها عرضتها نوقشت فيها ومن ثم لخصت في شكل برامج أو شكل عفوا المشاريع ضمن المحاور اللي موجودة في البرنامج اللي تشوفها جدامك دكتور أنا به الحلقة ما بيكون يعني يقدر أكون وايد متشائم وبدكتورة قبل سمعنا وايد وأقدر أقول وايد متفائل فرح أقول لنا الكويت رح تتحول إلى دولة عظمة وأقدر أكون شخص طبيعي فاليوم ما ندري هذا البرنامج وتفاصيله مو الدكتور راحزوليا طبعا لا لا ما ليش يعني من الناس يصاغوا هذا البرنامج نعم لكن أبيعرف أليه تطبيقة هل اليوم الحكومة بروحها تقدر تسوي ولا لازم الحكومة منع مجلس يتفقون ولا لازم مجلس حكومة وشعب نعم نقول شعب إنه موظفين كلنا نشتغل عشان طبق البرنامج من اللي يقدر يطبق أنا أعتقد أن البرنامج هو يبين ملامح العمل الحكومي أكيد الجهاز التنفيذي أو السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة أيها عليها الدور الأكبر ويجب أن تضع آليات واضحة لتطبيق هذا البرنامج وأعتقد بعض الآليات طب يعني خلنقول بدء بها بشكل رئيسي مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أمد فهد وبعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والشؤون الاقتصادية والمالية بالوكالة الدكتور سعي البراد ومجموعة من الوزراء فكفيه نوع من الجدية الواضحة فيها الموضوع فيه هذا الأمر أيضا كثير من الأمور اللي في البرنامج سواء اللي ذكرناها في البرنامج أو لا تعتمد على قوانين هذه القوانين تحتاج بطبيعة الحال إلى تعاون من المجلس في تنفيذها ونقاش مستمر وواضح وتوضيح لهذا الأمر عشان يطبق البرنامج أكيد الجهاز التنفيذي نتكلم عنه بحجمه الكبير كل أجهزة الدولة كل الموظفين في الدولة يجب أن يكون فيه تعاون ويكون وضوح اللي صار فيه إعداد البرنامج فقط هو توضيح لهذه المشاريع ولمداها الزمني بشكل مبسط تفاصيلها طرق تطبيقها متابعتها أعتقد هذا يكون على عاتق مجموعة جدا أكبر من الأطراف دكتور وأنا أقلب بهذا البرنامج ومنشور بي دي أف وممكن حتى بنحطها للناس حق أي واحدة يطلع عليه ونحن نتابع هذه الحلقة بالبداية مكتفي واحدة من الأشياء أنه في شيء اسمه برنامج عمل حكومة وفي شيء اسمه خطة تنمية وفي الميزانية العامة أبيش فرق برنامج عمل حكومة عن خطة تنمية نعم عن الميزانية هذه الأشياء يعني عشان لا نداخل فيها مع بعض أظن بشكل بسيط جدا جدا البرنامج عمل حكومة هو وثيقة سياسية تبين أولويات الحكومة في المرحلة وهنا لما نتكلم عن أولويات هذه جدا مطروحة وصار عليها نقاش حتى في مجلس الأمة الحكومة تبين أولوياتها أو المشاريع اللي تبين ملامح أولوياتها بعد كثير من الأعمال تقوم فيها الحكومة ليست مذكورة هنا الحكومة تقوم بكثير من الأعمال معاملات المعرفة إيش أنت تروح أي مركز خدمة راح تشوف كثير من معاملات هذه ممكن لها مذكورة في برنامج عمل حكومة إن الحكومة راح تسوي تذي 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 فكثير من التفاصيل أيضا كثير من المشاريع التي تستقوم فيها الحكومة هي مشاريع طويلة الأجل يعني مثلا كثير من المشاريع خصوصا مثلا في القطع النفط وهذا التقاش طويل من زين مصانع تكون بعد سنوات من زين طويلة أكثر من أربع سنوات المشروع محدد بأربع سنوات إنه هو عمر الحكومة الدستوري كثير من هذه الأمور كانت محددات لنا في شون البرامج يتكون موجودة ركز البرنامج على أنه يوضح معالمه وأولوياته لكن هل هو يعني يحتوي على كل ما راح تعمل به الحكومة ولا وكثير من الأولويات والنقاشات هي ملاحظات تستقبلها الحكومة من أطراف معينة بعد عرض برنامجها وقد تضمنها في إطار عملها نزيل فهذه كلها يعني فكرة البرنامج الميزانية خلنخلي شوي الخطة التنمية بس الميزانية بشكل رئيسي الميزانية وراح نتكلم عنها ممكن بعد شوية إذا تكلمنا عن إدارة المالية العامة للدولة الميزانية هي طرق صرف الدولة لإراداتها يعني الإرادات هي شون نصرفها إحنا كالدولة شون توزع مواردها المالية بأي شكل هذه الميزانية تحدد يجب أن تبنى بشكل رئيسي على خطة الدولة إحنا شون رح نصرف الفلوس اللي عندنا شون الأولويات مات الحكومة هذه تحددها الميزانية فهذه الأفكار أولا خلنقول الفروقات بينهم حلو أنسي الدكتور يمكن عنوانه اقتصاد منتج ورفاح مستدام والمواطن العاندي يقولك أنا بزيادة الرواتب وأنا لن تقاعد بإحتمام فيني وأنت وأتكلم mucho حتى في مجالك الاقتصاد أنت تقول لي عنوانه اقتصاد منتج ورفاح مستدام فالناس شاهدوا أن الكلام الوايد اقتصادي عن الاقتصاد وعن استدامة هذا الاقتصاد لكن لماذاม็ الله عنوانه رفاهية مواطن بزيادة الرواتب المواطنين ليش ما صارنا المتقاعدين نزيد الواتب ومهذا الناس اللي هي تبين ليش رحتوا على طول على صحاب الاقتصاد الاقتصاد يعني ككلمة هي ياية من ترجمة لكلمة انجليزية economics الإيكونوميكس عندها ترجمة بترجمينها مثلا أخواننا الباكستانيين بالأوردو يعني ترجمة أفضل سمونها معايشات وهذا ترجمة تليق أو تفهم الوضع الفعلي لمعنى كلمة اقتصاد هو كل ما يعني تعلق بمعيشة الإنسان هذا يدخل في الاقتصاد لما نقول اقتصاد منتج شنو نعني في ذلك نعني أن نحول اقتصادنا الحالي احنا اقتصادنا الحالي هو عبارة عن ثروة طبيعية موجودة تحت الأرض تقوم الدولة ببيعها وأخذ الأموال اللي فيها وإعادتها للناس هذا اقتصاد الانتاج فيه يكون قليل للأفراد نحن نود أن نصل إلى أعلى مستويات الانتاج للأفراد اللي هم العقول البشرية اللي هي الثروة الحقيقية لهذا البلد عقول الناس وقدراتهم وانتاجهم الأمر الآخر رفاه مستدام احنا يجب أن لا نفكر بأنانية احنا جيل خنقل تمتع بشكل كبير برفاه معين في هذا البلد رواتب عالية ووضع اقتصادي جيد معيشة كريمة لما نقول مستدام يجب أن ننظر إلى أن هذا الرفاه يمتد إلى الأجيال القادمة يمتد إلى أبنائنا وأحفادنا وإلى آخره كيفية المحافظة على هذا المستوى من الرفاه والعيشة الرغيدة مقارنة بباقي دول العالم طبعا نحن نطمح إلى الأفضل رفاه أفضل من هذا بس خنقل مقارنة بباقي دول العالم نعتقد أن ممكن أن نصل هذا الرفاه أن يكون فيه ديمومة للأجيال القادمة استمرار له تستفيد منه بشكل أوسع هذا الأمر شون نوصل له هذه هي فكرة البرنامج بشكل رئيسي فلما نتكلم عن موضوع اقتصادي هو ليس موضوع لنخبة معينة تفكر فيه بطريقة هو يوميات الشارع بالذات شو أنا درس أولادي وأعلمهم تعليم جيد كيف أوثفر لهم صحة جيدة وهذا موافرة نفسي فقط أوثفر لأولادي وأولاد أولادي كيف يستمر هذا الأمر لأكبر شريحة معينة هذه كلها أمور يجب أن تكون تتعلق بشكل كبير بالناس نفسهم وليست لطبقة معينة أو ناس معينة فهذا قصدك أننا اليوم من الاقتصاد لما يدوم معانا وبادلين تقع تسعوننا بالحكومة فهو اللي راح يخلي الصحة والتعليم وهذا يتسديموا إياهنا مثل ما على قوتهم أهالينا يتمتعوا فيها بشكل كبير فهذا المقصد من البرنامج عدل نعم هذا الفكرة الرئيسية حلو أنزح لما ببطل البرنامج راح ألقى الإصلاح المالية العامة أول بنت نعم لماذا شرحته على إصلاح المالية العامة أول بنت نعم الفكرة الرئيسية يوم شنو الأداة اللي تستخدمها الدولة للقيام بمشاريعها شنو الدولة تسوي شوارع وتسوي مستشفيات وتسوي مدارس بفلوس هذه الفلوس عندنا الفلوس أنا أقول حق الناس كلها يعني أشرح أنا مدرس فأشرح أقول الفلوس شنو الفلوس هي مبلغ في النهاية هو محدد 20-30 مليار هو في النهاية مبلغ يجب أن تستخدم استخدام الأمثل عندك أنت 20 مليار شو أنت تستخدمه في لك أمور يجب أول شيء تبعد عنها الهدر فأنت تستخدمها في أفضل الأمور فمثلا أنا مستشفيات أسوي أفضل المستشفيات بأقل التكلفة وأفضل المدارس بأقل التكلفة وأسوي أفضل الشوارع بأقل التكلفة كل الأمور هذه يجب أن تكون في عقل من يدير المالية العامة للبلد كيفية إدارة هذا الأمر لما تتعقد الإجراءات وتكون هناك عدد من الهيئات والوزارات ومش يخص واحد نتكلم عن بلد كامل واقتصاد كامل وأجهزة حكومية مختلفة شون تديرها يجب أن تضع لها آليات هذه الآليات نحن نسميها المالية العامة للدولة شون تنصرف فلوس الكويت؟ على الكويتين بالضبط تنصرف بشكل بعثرة وعشوائي ومشاريع ما لها معنة تقام ولا تنصرف بشكل منظم واضح متعلق بالأهداف إذا تكلمنا بشكل منظم وكذا هذا يسمونه الإدارة الحصيفة لما نقول إدارة حصيفة للمالية العامة هذه إدارة الحصيفة لما نتكلم بشكل عشوائي نقول هذه إدارة غير كفوة بس باختصار فأنت اليوم قلت تكلم عن إصلاح هذه المالية توقفون الهدر بالضبط وحاطين آليات واضحة لإيقاف الهدر صحيح؟ صحيح وتابعون هذا المبالغ بدلا يصير فيه هدر تصرف بالطريقة صحية تصرف وحاطين لها آليات الناس تقول تقولون خاف أن هذا بدي أف مواضح يعني ولنتوا قاعدين اجتماعات وقاعدت وحللت طبعا خنعطيك مثال كثير من الآليات اللي موجودة هنا نتكلم مثلا عن ميزانيات متوسطة الأجل ميزانية البرامج والأداء ميزانية وضع السقوف على المصروفات هذه كلها آليات لها نماذج عالمية موجودة يعني مو فكرة نحن يعيبينها يعني ابتكار هذه النماذج موجودة ولها عليها دراسات أنها أفضل الوسائل للإدارة الكفئة أو الحصيفة للمالية العامة حلو تطبيقها ليس سهلا وهذا يكون يعني واقعي معك تطبيقها يحتاج كثير من الخبرات وكثير من الجهد أول شيء لتطبيقها كأداة ولربط أجهزة الدولة ونخلي أجهزة الدولة تشتغل عليها على نفس الأداة يعني مثلا أنا مثلا أقوم بكمبيوتر أحسن كمبيوتر بس ما فيه أحد يعرف شغال الله نزيد لكن نفس الشيء تيب الكمبيوتر وأيضا تعلم الناس عليه يعني هذه الفكرة الرئيسية فنفس الشيء آليات الإدارة المالية العامة للدولة هذه التحديات التي فيها فميزانيات المتوسطة مثلا ميزانيات المتوسطة للأجل كيف يعني ميزانيات المتوسطة للأجل؟ ميزانيات المتوسطة للأجل باختصار أنت اليوم نحن كلنا ندير فيه البلد ميزانية سنوية نزيد الميزانية السنوية هذه عبارة عن شي عبارة عن مجموعة من الجهات الحكومية تطلب مصروفات معينة لأداء أعمالها الإدارة هذه قاعدت تعطيني شوية عدم وضوح لمتخذ القرار متخذ القرار لتكلم المالي اللي هو تقريبا يمثل فيه وزارة المالية أنزل ليش هل الوزارة طلبتها المبالغ اليوم وطلبت بعدين مبالغ شذي ومبالغ شذي خلنقول فيه وزارة عندها مشروع هذا المشروع يكلف مبلغ معين لكن المشروع هذا المبالغ اللي لها علاقة فيه تسدد على مراحل هذه المراحل يجب أن تضمن فيه ميزانية متوسطة عادة متوسطة سنقول ثلاث سنين أو أكثر أو أقل بس غالبا ثلاث سنين الوضع الحالي سنويا سنويا تنزل الميزانية سنويا الآن قاعد ينقشونها في مجلس الأمر سنويا سنويا سنة من آخر ثلاثة إلى واحد أربعة من ثلاثين ثلاثة إلى واحد أربعة معفوا من واحد أربعة إلى ثلاثين ثلاثة ماك متوسط للأجل مو موجودة كان فيه فكرة تطبيقها هذه الميزانية متوسط للأجل حتى ممكن ما تكون رسمية بحيث عندي مشروع اليوم الجسر بسوي جسر معين هذا الجسر يكلفني مبالغ كيف من المبالغ يكلفني؟ سنقول الجسر يكلفني عشرين مليون جسر معين بين منطقة ومنطقة هذه العشرين مليون تصرف بدفعات أنا لو ما كنت أدري شون أصرف مثلا دفعات الجسر أغلبها تندفع مثلا أول شيء أو آخر شيء أو بالنص فهذا ينظمها لي وخلي الإدارة واضحة عندي أول شيء تبعد عنها الهدر بحيث أن أشوف أنا أقدر راقب وأيضا تعطيني قدرة على التنبؤ بالمستقبل اليوم أنا أسوي ميزانية هالسنة لو تسأل أي أحد تقوله كم تصرفون السنة لا أحد يدري يعني أنت سويته هالسنة بعد سنتين كم تصرفون بالدولة كم ميزانية الدولة بعد سنتين لا أحد يدري مواضحة مواضحة لماذا؟ لأنه ما عندك ميزانية تقديرية حق السنة اللي بعدها ممكن واحد يسوي لك حسبة معينة يقولك المشاريع الرئيسية نسوي نسبة معينة عادة الميزانية تزيد بـ 5% لكن هل هناك وضوح كثير بالضبط نحن بعد سنتين رح نصرف على الأقل عندنا صورة أولية لهذه الميزانية لا كلنا هدفين يكون عندنا صورة أولية باتريني واحد يقولي والله إحنا متوقعين بعد سنتين نحتاج هل كثر مبالغ هل إحنا جاهزين أو لا جاهزين من وين يب مصادر الفلوس هذه اللي نحتاجها بعد سنتين عندنا مثلا أربع جسور وملاعب ومعرف أيش هل كلها تحتاج ميزانيات نسان شون من يوفر لها الفلوس بعد سنتين ما نعرف كل سنة نيب سنتها هذا رح ننتظر فقبل ما كان فيه هذا التفكير الاقتصادي العميق وميزانيات توسط الأجل كانت أبسط من جريه كانت هناك الفكرة موجودة وقديمة التطبيق أول شي يعني تواجه تحديات أول شي يتود تحديات في قدرات اللي موجودة على تطبيقها داخلية نخي نقول وهذا أقر وأيضا هناك يجب أن يكون تعاون من عدة أطراف من الأطراف المهمة للتعاون طبعا باقي الأجهزة الحكومية تتعاون مع وزارة المالية وبشكل آخر مع جميع الأجهزة التعاون مع بعضها وداخل الوزارات نفسها كل وزارة داخليا أيضا وأيضا تحتاج إلى تعاون من المشرعين مجلس الأمة وغيرها ليفهم هذا الإطار لتحديد الميزانية العامة للدولة دكتورة للمساح كل هذا كانت سخينة أنا حينزا الله يستر السؤال اللهم قبل سؤال اللهم أنا سأل بحث عنك خريج مانشستر عدد في جانب اقتصادي أكيد يونايتد للسيتي أعلى والله ممالكرة واحد ممالكرة أه بس أشجع يونايتد يونايتد سؤال لهم بس أحكي النجرة بس ماكو أي متابعة رياضية أبدا كلش أنا في مانشستر قعدت تقريبا خمس سنين رحت ثلاث مرات أو مرتين المباريات ثلاث مرات يمكن ومرتين معزوم بالقصب يعني في تذكرة تذكرة زايدة عند الشباب وامشوا إياه فماكو والله موايد لا لا كلش دكتور السؤال بالنسبة لنا واللي انتناقش فيه أنا بلك صراحة بالدواوين وما أدنا المام كبير فيه لما نسمع الدين العام نعم أنا هذا الدين العام ساعاته حسنا شيء مخيف يخرق وأسمع تحذيرات كبيرة نعم وساعاته أسمع من الناس اقتصادين الدين العام شيء طبيعي وقال يصير باية دول وأصلاً الكويت قبل مقترض أكثر مرة فما هون شيء يديد صحيح فأنا ما أدري هل هي كلمة سياسية تخرع الناس والنواب وقبل لا ديش حتى بالدين عام ترى برنامج كما عرضتوا في المجلس كان فيه شوية سلبية من النواب فهل هذا شيء طبيعي إننا قائل ينتقدون برنامج نبدأ وشيء بالنواب أنا أعتقد إن النواب كان دور يعني كان هذا دورهم اللي قاموا في بالأكس أنا شوف دورهم أبدأوا كثير من الملاحظات وكثير منها كان ملاحظات جيدة صراحة يعني كمراقب يعني أنا تكلم ما تكلم وكان يعني كنت أنا مع معالي ناء بريس منس وزراء وزير النفط دكتور سعد كان يقول لي هذه ملاحظة ممتازة خنسجلها عندنا خننأخذ فيها وزير ناء بريس منس وزراء وزير الدفاع شيخ عامل فهد همانياج كم مرة وقال لي هذه ملاحظات أنتوا عندكم خننأخذ فيها خش فكرة أغلب الوزراء يول منصة وقالوا هذه ملاحظة احنا ترى عندنا موجودة في كثير من الملاحظات كان فيها سوء فهم أو سوء تفاهم بين الطرفين يعني مثلا كان أحد النواب أشار أنه مشروع الربط السككي الخليجي ومشروع الربط السككي السريع مع المملكة العربية السعودية وهم مشروعان مختلفان يعني في كثير من الأمور كان فيها شوية لبس بعضها بس أغلب الملاحظات كانت ملاحظات مفيدة وتشوفها شي طبيعي طبيعي ما شوفها بجانب سلبي دورهم دستوري وأنا حسب فهمي أن أغلبهم كان لهم ملاحظات رئيسية بعضها كان مفيد بعضها كان فيها بعضها تحتاج توضيح وأعتقد يعني أنا يعني ما أقدر أدافع عن موضوعك أعتقد أن من دور الحكومة أن تدرس هذه الملاحظات وتقوم بالرد وتوضيح بعض الملاحظات والأخذ بكثير من الملاحظات يعني أكثر يعني خنقول مو أكثرهم بس أقول كثير منهم من الملاحظات هذه هي ملاحظات موجودة عندنا داخليا ويعني وهي نقاشات كانت داخلية وبالعكس كانت يعني تبين لك رأي الشعب لمثله النواب فأعتقد أنه كان دور إيجابي من النواب ما أعتقد أنه كان دور سلبي فأشي طبيعي وإيجابي يقدمون الملاحظات يتعديلها بازم يقدمون الملاحظات دورهم يعني المادة تقول ولمجلس الأمة أن يبدو ما شاء من الملاحظات يجب أن يبدو ما شاء وللحكومة يجب أن تستفيد من هذه الملاحظات في كثير منها وشي تفهم توجهات الشارع توجهات النواب تحاول أن تعكسها على برنامجها نزيل في ملاحظات تحتاج إلى نقاش وأعتقد هذا دور المجلس مع الحكومة وأعتقد أنه هو دور إيجابي المفروض في ملاحظات معينة أن هذا يكون ولا ما يكون بهذه الطريقة ولا مو بهذه الطريقة أعتقد أنه لجب أن يكون بهذا الشكل السؤال الأهم نسمع الدين العام نعم هو شيء ما ديرنا نخاف منه ولا هي كلمة سياسية نبي نسمع توضيح منك شون يعني دين العام واليوم نتكلم دولة غنية ليش أخي ناخد قروض ليش ما نسير الفلوس اللي عندنا إياها عندنا صندوق الاحتياط للأجيال القادمة في 700 مليار وهذه المسألة دكتور لك كامل الوقت تسرح لإياها سؤال جدا مهم وأعتقد أنه يجب أن يشرح بشكل واسع للناس ويفهمون أغلب الناس لأن هذا قرار تتخذ الدولة وستلتزم به الحكومة إذا وافق مجلس الأمة وإلى آخره فأعتقد أنه هذا سؤال جدا مهم شنو الدين العام الدين العام إنه فيه مصادر لتمويل الخزانة العامة للدولة الدولة شون تيه الفلوس حق الكويت يعني باختصار شون الكويت بيع النفط هذا مصدر رئيسي موجود بيع النفط هذا يكون طبعا لا طرق وينباع النفط ودش الفلوس وإلى آخره من المصادر الرئيسية أيضا في كل دولة يسمونه الـ public debt الدين العام اسم يعني مدرسي اسم بالكتب يعني موجود مو بالكويت يعني موجود public debt دين على العامة على عامة الدولة يعني مو دين علاقة بشخص معين مو دين خاص بس هاي فرق شنو دين العام الدولة أيضا يجب أن يكون لها مصدر آخر هذا المصدر الآخر إنها لو احتاجت أنها تقترض من الأسواق من أسواق المال سواء المحلية أو العالمية وعلى حسب طبعا دراسات وعلى حسب عدد من العوامل اللي يجب أن تدرس شن الدين العام يشتغل الدين العام هو قانون يصدر من مجلس الأمة يخول الدولة بالاقتراض هل الاقتراض هذا يتم على طول ولا لا يعتاج أنه هو أداة يعني هو باختصار نفس الكريدت كارت مالتك يعطونك لم تخلقوا لأنا حبوني وقالوا لي أنت خوش ريال بنك مالي وقالوا نعطيك عشرة آلاف لم تحقل كارت مالك أنت ما تقدر يعني تقدر تسحب لي عشرة آلاف ما روح أحرق العشرة آلاف كلها أبس أستخدمها لي بعض الأمور الرئيسية إذا احتجتها راح أسحب منها أسحب منها ألف ألفين ثلاثة ما أسحب شي بس لي إلا هذا الدولة نفس الشي تأخذ خلقوا حق الاقتراض هذا وهذا حق الاقتراض بمبلغ معين قانون المطروح هو ستين بالمئة من ناتج المحلي الإجمالي تقريبا يعني ممكن يصل إلى بين خمسة وعشرين ثاثين ألف مليار أنزين لا حين ألف على الكريديت كارد على شغل الفقار أنزين فالثلاثين أو من العشرين إلى ثلاثين مليار خمسة وعشرين إلى ثلاثين مليار هذا بناء على ناتج المحلي الإجمالي هذا القانون هل الدولة ستستخدمها كلها أول شي أقولك جواب سريع لا ممكن ما تستخدمها كلها على حسب الحاجة الجديد في هذا الحكومة كانت تطرح هذا المشروع بشكل دائم ودائما تطرحه الجديد في هذا البرنامج أنه تعهدت في هذا البرنامج أنه تربطه بمشاريع تنموية ذات قيمة اقتصادية مضافة فهو ما رح تستخدمها للمصاريف الجارية ما رح تأخذها وتأتي في رواتب مثلا هذا ما يخاف أبو أوقف عليه أنت اليوم الدولة تبقى تقترح هل في حاجة للاقتراب ولا لا في دائم شوف أغنى كل الشركات الكبيرة في العالم خلنا نأخذ شركة وتربح وكذا لماذا تأخذ اقتراض لماذا تقتراض لماذا تقول لأنه ساعات في حاجة أنك أنت مثلا عندي أنا مثلا خنقول اليوم أنا عندي استثمار حاط في فلوسي هذا الاستثمار يطلع علي 10% وانزي والحين بشتري استثمار ثاني زي الاستثمار الثاني هذا هم يطلع علي 10% بس ما عندي فلوس أو يطلع علي 15% وانزي 10% أقط هذا واروح أستثمر بهذا وعندي قدرة أني أقتراض لو أخلي هذا المشروع على حاله واروح أقتراض بـ 5% أربح 10% صح صح لأن الفرق بين 5% والـ 15% 10% صح لو أصفي في هذا المشروع لي بـ 10% وحط فلوس أبو 15% رح أربح 5% رح يروح علي المشروع هذا وأربح 5% زيادة الفرق بين 10% والـ 15% أربح 10% أربح 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 خمسة أكيد أربح 10% هذه الطريقة اليوم الكويت أعطيك مثال مثال بسيط اليوم الكويت مثلا ارتأت أنه فيه مشروع تنموي رئيسي مثلا الحكومة شافت مشروع رئيسي مثلا مدينة صناعية وهذه المدينة الصناعية تكلف مليارين دينار قرب الماك مليارين دينار هذين المليارين دينار عندنا طريقتين الطريقة الأولى أن نقول ما عندنا الميزانية حيواص لحدها ما نقدر نموّل هالمشروع فننطر لين يصير عندنا فلوس شوية زيادة بالميزانية يرتفع سعر النفط وننطر شوية مثلا مشروع زين عوائدة كبيرة عوائدة سواء الحقيقية اللي خنقول عائد على الاستثمار اللي هو العائد الحقيقية مثلا نسوأ قلت لك 15 و 10 و 15 أو عائدة اقتصادي رح يخلي البلد يوفر فيها وظايف رح يخلق أجواء اقتصادية أخرى ينشط الدورة الاقتصادية يبيه استثمار الأجنبي فعائدة بشكل عام أفضل هل أنا أنطر لين توفر عندي الميزانية ولا أروح أقترضها الحين أنت وساقلنا المثال أقترضها الحين وأروح أسدد بنسبة ممكن تحفظ بنسبة طبعا بنسبة مدروسة يجب أن تكون والنسبة هذه يجب أن لا تت يعني لا يعني ما تكون أكبر من العائد اللي رح ينقل منها فأنا ما أكون خسران حل فهذه فكرة الدين العام هذه فكرة الدين العام رقم اثنين ما يخالف مكتوب هنا ربطه بذات قيمة اقتصادية مضافة أنت قلت المساء أنه ما رح يصرف على أشياء الجارية نعم هذا التعهد طبعا هذا التعهد اللي تعهدت فيه الحكومة من خلال برنامجها هذا المكتوب جدامنا ومنشور للناس كلها بالضبط فتممكن تأخذه وربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة شنع ربطه ذات قيمة يعني مثلا أنا أقول المكتوب هنا والتي تعهدت فيه الحكومة في هذا البرنامج هو أن هذا الفلوس مرح نأخذها نغطي فيها بعض المصاريف الجارية في ميزاعة الدولة مرح نصرفها عن رواتب مرح نصرفها على العقود الصيانة مرح نصرفها عقود صيانة 질문 الجارية مرح نصرفها على الأمور اللي لها علاقة بمصاريف الجارية رح نربطها بمشروع فأنا عندي مثلا مشروع قلت نفس ما قلت له مساء عن المدينة الصناعية مثلا قلنا مدينة صناعية سنقول هذا المشروع هذا المشروع يستحق أن نضع عليه نقترض فلوس ونسويه يستحق في عائد اقتصادي يفوق بشكل كبير موضوع العائد عليه وهناك سؤال تطرحت كثير من النواب أن اليوم سعر الفائدة في أعلى مستويات كيف تقترضون الحين هذا الأمر بشكل مبسط هذه أداة قلت لك مشارطة تقترضون اليوم بس نزيل اليوم ما راح نقترض كل المبلغ يمكن أن يكون ما نقترض شيء بس عندي الأداة أنا مشارطة أستخدمها فهذا الأداة نجهزة ويكون عندنا موجود وممكن يستخدم كريدر كارد كريدر كارد ما كان موجود احتجت استخدمت ما احتجت مو لا استخدم ولازم أربوط بمشاريع وإحنا تعهد يعني في البرنامج تعهدت الحكومة أيضا الحكومة تقولك إحنا تعهدنا أن نربطها بمشروع فما راح أخذه وأقولك والله أنا عندي مشكلة في الرواتب مقدر أسددها بروح أخذ نعم تعهدت الحكومة أن نربطها بشكل بشكل رئيسي بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة هاتعهدها طبعا شون يصير النقاشات في البرلمان ويطلع القانون هذا يعني أمر لازم أوضح أنه مو أنت وزير المالية ولا أنت وزراء لكن أنت أحد اللي صاغوا هذا البرنامج سمعت التعاون أنت بينهم والاجتماعات بالضبط فأحنا نقول أن هذا بهذا الشكل يعني يهدف إلي الأمر أنه يكون مربوط بشكل كبير بمشاريع تنموية رئيسية لها عائد هذا العائد يفوق تكلفتها ولذلك نقول إذا اليوم سعر الفائدة عالي يعني كاقتصادية توقعات توقع بعد رفعة صغيرة حق الفائدة بعد آخر رفعة وبعدين احتمال أنه يكون خلاص أنه ننزل في منحنة أما الثبات أو النزول في منحنة الفائدة العالمية يعني هذا توقعات الاقتصادية هذا كاقتصادية ننزل فأحنا الحين عندنا التول نزلت سعر الفائدة نزلت سعر الفائدة وإذا شفنا في مجال أنه نقترض اقتراض كبير جيد ومفيد ونستفيد منه في بناء مشاريع جديدة كبيرة اليوم الميزانية خنكون صريحين الميزانية اليوم ثمانين بالمئة منها رواتب ودعوم مجال الاستثمار الرأس المالي في كل ما يتقلص يجب أن يكون للدولة أداة لتمويل أو القدرة على بناء مشاريع تنموية هذه هي الفكرة الرئيسية من الدعام دكتور في الجانب الثاني عندنا صندوق استثمارات خارجية أو صندوق الأجهال القادمة ما نحن طارق سمع فيه في 700 مليون والدولة تستثمى في كل مكان وجهة نظر ثاني مو متأكد أن تربطها مشروع زين ولا بيع وصول عندنا فلوس وصر بدلا يعني تعطي الدولة قرون يعني بدلا تكبد الدولة قرون نعم هنا لازم تفكر تفكر عاقل يعني شوية في هالموضوع هذا أو حصيث نسميه عندك استثمارات هذه الاستثمارات موجودة أو شي في الأجهال القادمة ما هي فكرة مع بدايات الدولة الدولة ارتأت أن هناك أجيال ستأتي بعد خنقول إما نضوب النفط أو انخفاظ قيمتها بشكل كبير أو خنقول وجود بداء الله هذه الأجيال يعني المؤسسين لهذه الفكرة لصندوق الأجيال القادمة ارتأوا أن يجب أن يتمتعوا بحد من الرفاكة كما تمتع أباهم وسووا صندوق الأجيال القادمة نحن اليوم ما وصلنا للمرحلة أن أسعار النفط انسيت ولا نضوب النفط ولا هالمراحل فهذا الصندوق يجب أن يكون من حيث المبدأ يجب أن يكون خارج الأطر سنقول نحن لم يخامنا هذه الأجيال القادمة نذهب إلى الصندوق سنقول هذا الكلام سنذهب إلى أكستريم سنفتح الصندوق ونأخذ فلوس ونصرف على مشاريع نبدأ لا نقترض هل هذا الكلام صحيح استثماريا ماليا أول شيء الصندوق من ناحية قانونية الصندوق يحتاج إلى قانون أن يأخذ أي مبلغ منه أو يحتاج قانون من مجلس الأمة إلا أن هذا الصندوق يستثمر في استثمارات طويلة الأجل حلو هذه الاستثمارات غالبا تعطي عوائدها على مدى طويل جدا أي محاولة لتسييل أصولها هو أول شيء ضرب لعوائدها يعني خفض لعوائدها هناك أيضا خسائر دائما ترتبط بعمليات التسييل للأصول هناك أيضا عوامل أخرى كثيرة تتعلق بطريقة الاستثمار بحيث أن استثمار أو التخارج منه يكون جدا أصعب من التخارج من استثمارات قصيرة الأجل فطريقة الصندوق هو استثمار طويل الأجل طويل الأجل ينظر إلى استثمارات لمدى طويل جدا أي محاولة لأخذ موال منها ستكون في خسائر كبيرة على هذا الصندوق كيف تصبح خسائر؟ خسائر يعني إذا أنا عندي أصل وبيعتها ليش أخسر فيه أنا أقول لك اليوم أنت أقول لك أنا تكلمنا مثلنا ونتكلم مثلنا أنا الحين لما أروح عندي أرض أو عندي عقار ببيعة أحتاج فترة على ما أسوقها وألقى المشتري وهذا يأخذ وقت طويل على ما ألقى المستثمر المثالي وكذا هذا إذا قلت لك ببيعة باتر ولازم أخلص فلوصة باتر فأسوي بيعها سريعة يسمونها هاي البيعة السريعة راح أتكلمني بشكل كبير لأنني ما راح ألقى المستثمر أو قل نقول المشتري المثالي راح أبيعها لي أول مشتري هذا أول مشتري قد يكون قيمته لما تكلم عنها في محفظة كبيرة من الأصول التي متعلقة بالأسواق العالمية محاولات تسييل بمجرد بدء عمليات البيع سيخفض أسعار هذه الأصول أنا خسر بهذه الأصول راح أخسر راح أخسر عن القيمة يسمونها الفرصة الضائعة راح أضيع علي فرص يعني أنا أبدأ خسر وأبدأ صفي أصولي فهذه إشكالية بس هذه كلها إذا تجاوزنا المبدأ إن المبدأ وهذه الأجيال القادمة اللي هي أجيال بعد مرحلة النفط إذا تجاوزت المبدأ وهذه تجاوز اعتقدانا في وجهة نظري الشخصية هذه ما لها علاقة ما لها علاقة بالحكومة فيها بس وجهة نظري الشخصية أنها تجاوز مبدأي خطير أنت دخلت في مرحلة غير جيدة تجاوزت على مبدأ أن هذه الأجيال يجب أن تحفظ حقوقها يجب أن تكون لها رفاه يعني مثل ما قلنا رفاه مستدام نديم لها هذا الرفاه كطرف حكومي أو في وزارة المالية وجهة نظريك الشخصية الاقتصادية الدين العام أرحم بمراحل من أن نحط أيدينا على الأسنة نقول جال قادمة صح؟ نعم صحيح هذا أعتقد أنه يجب أنه دائما أنه ننظر بشكل رئيسي طبعا العملية تقديرية لكن خنقول لك نحن نتكلم عن دين العام مو كمسألة أخذ دين فقط كمسألة أداة موجودة يعني الآن أنا عندي الأداة ولا ما عندي يعني سواء باستخدمها أو ما استخدمها هذه مرحلة تالية ويجب أن تكون وفق محددات وفيها البرنامج هذا الحكومة تعهدت أن حطت لها محدد لأول مرة أن يكون مربوط ومشاريع فهذا أمر يديد مو أمر موجود سابق يعني كانت الحكومة تطلب الدين العام نعم زين؟ بدون أي تحديد له نعم زين؟ اليوم الحكومة تعهدت أن هذا الدين العام مربوط وهذا أمر أشار لكثير من الاقتصاديين كانت في كثير من النقاشات عليه أن يتخذون الفلوس يمكن تصرفونها على مشاريع غير ذات قيمة مضافة على مشاريع مصاريف جارية على هدر معين على كذا أعتقد أن البرنامج هذا ضبط هذا الأمر وضعها في الأساس وطبعا هذا كله هو اقتراح الحكومي أو المشروع البرنامج الحكومي الموجود هذا كله يسيناقش مشروع الدين العام هو موجود في نجام مجلس الأمة ما زال يناقش وأعتقد أن الإضافة هذه من الحكومة بعد ديرها إيجابية حلو فأنا اللي فهمت منك فتور أن الدين العام ممكن يصير نعمة علينا مو نقمة لدخلينا واستعملناها صحي بالضبط فممكننا نصفق لدين العام بالضبط الشيء إنما نخاف منه بس لازم الحكومة تستعملها بالضبط نفس نفس يعني مثلا يعني فيه شخص مثلا عنده أموال يعني مثلا خلنا نعطيك في الفترة السابقة إما كانت في سعر الفايدة نازل نزيل كثير من الناس راحوا شروا سيارات وخذوا أقصاد صح نزيل كثير من البنوك عطت قروض حسنة تنتذكر فترة معين خذ هنا واحد خذها راح خاخ راح تسمع من حولك خذها 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 هذه الناس لما خذت القرض الحسن وكانت محتاجة له وعيد منهم ومحتاجة خذها وحطها وديع أو خذها يعني ما في ما في يعني خنقول استخدام معين لكن عند الأدات استخدمتها أو ما استخدمتها استخدمتها بشكل جيد مثلا واحد خذها واستخدمها في استثمار ممتاز لو حط وديع مثلا وخذها بس فرق الفايدة هذا يعني مستفيد الأمر الآخر أنك أنت يجب أن تنظر دائما إلى وجود الأدات هو أحسن من عدم وجودها طبعا دائما هناك تخوفات من استخدام السيء لهذه الأدات وهذا أمر حقيقي وأنا أعتقد أنه يجب أن تنتبه للحكومة قبل أن ينتبه للمشرعين والبرلمان الانتباه الذي جاء من الحكومة جاء في برنامجها من خلال نصها على ربطها بمشاريع ذات قيمة مضافة زين دكتور حين أنا فهمت الدين العام بشكل علق الأوضح من شخص اقتصادي وهو يعني بنفسه أنت لماذا حطيته صح بالجدول؟ لا لا هو طبعا مشروع عمل فريق كامل وفي مشروع واضح من الدين العام يعني عندنا إدارة كاملة ليس فقط نتروه بك لا لا فمسألة الدين العام مسألة الصندوق للأججاة القادمة واحتياطي الأججاة القادمة الصندوق السيادي هذا الأججاة القادمة يعتبر صندوق سيادي صح؟ نعم ترتيبة كامل عالم الصندوق السيادي هل تكون ناس تقول لك قد سيلا لا 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 طبعا الرقم هو رقم سري غير معلن ترتيبة على العالم نفسه ترتيبة هي تقريبا لازم تعرف الرقم عشان تعلم لنشوف دائما معلومات كنة أعتقد أنه مرتبط بشكل كبير مع أداء الأسواق العالمية أداء أسواق العالمية أداء جيد فأعتقد أنه أداء جيد لكن من الأفضل بالعالم لن أكتر قي يعني أنا حسب معلوماتي كباحث في الموضوع أعتقد أن أدائي مرتبط بأداء أسواق العالمية بس زين ولا مو زين إن شاء الله زين ما هدري والله ما عندي معلومات أقول لأن الدكتور عندما تشاهده في الناروج والكويت والديش لا يعني الفرق بينه وبين الكويت أن الناروج عندها شفافية أكبر في إعلان أصولها سواء ارتفعت أو انخفضت فهي تعلم عن انخفاض دائما فعندها وضوح في هالأمرين لأسباب كثيرة وأعتقد بعضها أسباب مقنعة الكويت لا تفصح عن استثماراتها الخارجية دكتورة متخصص بهذا الشيء صح سناديك السيادية أنا شهادتي أنا يعني أقول بحثي مع الدكتورة عن استراتيجيات الاستثمارية مع الصناديق السيادية حلو لأن هنا قرأت أي في شيء اسمه سيادة أي ودي أحط حتى البوربوينت موجود هنا إن استثمار سيادي في الاقتصاد الكويتي اليوم كنا سمعنا ممكن يصير فيه صندوق سيادي داخل الكويت أنا أوشي عبالي أنا شخص بسيط ما نقتصادي عبالي كل دولة صندوق سيادي واحد طرع عادلة في دول لها تقدر تسوي أنش أكثر صحي فاليوم الفكرة أنا فيه صندوق ثاني قاعد تفكرون فيه يصير سيادي داخل الكويت صح أفهم سالفتح الفكرة باختصار الصناديق السيادية يعني ما نقول سيادي يعني استثمار نفس ما قلنا مستثمار خاص استثمار سيادي يعني استثمار دولة وليس استثمار أفراد أو ليس استثمار مؤسسة داخل الدولة هو استثمار للدولة فهذا معناه الصندوق السيادي بشكل عام يعني هو تستثمر فيه الدولة بشكل كامل لأهداف مختلفة من أهداف اللي وضعناها احنا في الكويت أو يعني وضعها المؤسسين لصندوق الأجيال القادمة هو استثمار للأجيال القادمة في مرحلة ما بعد مرحلة النفط هذا الهدف الرئيسي هو الهدف الرئيسي الصدق السيادي الكويتي هناك صناديق سيادية في العالم انشئت لهداف مختلفة أهم هدفين هو الهدف اللي قلنا اللي هو استثمار الأجيال القادمة أو يسمون الاستثمارات طويلة الأجل وهناك استثمارات تنموية الدولة سعاد تهدف أن تكون لها ذراع تنموي شنو ذراع تنموي؟ أنه في كثير من المشاريع أو نقول الاحتياجات التنموية للدولة لا تستطيع أن تقوم بها أجهزة الدولة كأجهزة الدولة الوزارات الهيئات ما تقوم فيها الأمر فلذلك تؤسس وتحتاج إلى عقلية استثمارية في هذه المجالات فتح قطاعات اقتصادية جديدة إلى آخر فالفكرة مالت صندوق سيادة وهذه بالمناسبة هي فكرة هي حل لكثير من المشاكل اللي كان عليها نقاش في مجلس الوزراء ولجانة كان هناك كثير من التحديات اللي تظهر في بعض المشاريع الكبرى تظهر في بعض القطاعات تظهر في بعض الشركات الحكومية تظهر احتاجت الدولة أن يكون لها شيء ذراع تنموي هذا الذراع التنموي يهدف إلى عدة أمور أول أمر يهدف إليه هو أن يخلق أو يبني قطاعات اقتصادية جديدة أنسي؟ في قطاعات مثلا هنقول مثال عندنا هنقول فكرنا وشفنا أن من القطاعات المهمة اللي لازم نتوسع فيها هو قطاع السياحة مثلا قطاع السياحة يجب أن يكون لك ثراع يبدأ هذا القطاع هذا قطاع سنقول جديد في الكويت بكر لا أحد يستثمر فيه بشكل كبير تحتاج استثمارات رئيسية في بنية التحتية في تحديد معالمة أن تسوي له مثلا يسمونه الماستر بلاب خطة رئيسية لتوزيعة المشاريع الاقتصاد السياحية تحتاج إلى أجهزة معينة أو مجموعة من الشركات عندنا مثلا شركة المشروعات السياحية ولكن تحتاج مجموعة من الشركات التابعة والتي تحاول أن تقدم خدمات لدعم المجال السياحي مثلا مجالات الفندقية يعني أنا قاعد أتكلم من الحين قاعد أعطيك مثال غير حقيقي يعني مثل المخي فهذا القطاع إذا بتبني شون تبني الدولة بأجهزتها لا تتأسس شركات وفنادق ومنتجعات تحتاج إلى مجموعة من الشركات المتخصصة هذه مجموعة من الشركات المتخصصة من الصعب جدا أنك تجذب لها استثمارات خاصة ليش؟ لأنها قطاعات عالية المخاطر اليوم ما في شركتي تقول أنا ما دي شنو وضع السياحة بلقوات وين يسوي فندق وين كذا وين كذا إذا ما في شي واضح تحتاج إلى شركة تبني لك خنقول الأساس أو مجموعة من خنقول الصندوق يبني لك الأساس لمشاريع هذه لما تبني القطاع تقدر بعدها تجذب كثير من الاستثمارات سواء المحلية ونحن تقدم أن السوق المحلي راح يكون عندها قدرة كبيرة على تمويل المشاريع أو القطاعات الاقتصادية الجديدة وأيضا الخبرات العالمية في شركات منتجات عالمية في شركات سياحية عالمية هذا الصندوق عنده قدرة يسمونها القدرة اللي نسميها قدرة إدارة المشاريع موق شرط يسويها أهوى يعني مثلا في صناديق سيادية موجودة خلن أعطيك مثلات بسيطة موجودة في العالم حولنا مثال؟ مثال عندنا مثلا في سنغفورة عندهم صندوق اسمه GIC هذا صندوق نفس الصندوق الأجيال القادمة تقريبا نفس المانديت استثمار طويل الأجيال وعندهم صندوق اسمه تيماسك هذا صندوق تيماسك يهدف إلى عدة أمور نفس اللي نقوله توطين بعض الصناعات في سنغفورة بناء شبكة أو نتورك لوجستيك نتورك بناء شبكة نقل ومواصلات وخدمات لوجستية بين سنغفورة والدول لأن سنغفورة من أحد أهدافها تكون خنقول بيزنس هاب أو مينة كبير للعالم أو إلى آخر من يسوي لهم هذا المانديت هذا صندوق صندوق هذا هذا أهم المانديت طبعا بالتعاون مع الجهات الحكومية تسهيل القوانين وإلى آخر لكن هذا التولز هذا الذراع ما تكلم تقول بالكويتي اليوم صندوق الأجيال القادمة لا تستثمر داخل صندوق الأجيال عنده هدف رئيسي إنه يربح أربحه بس أربحه بس وخارج إطار المخاطر المحلية يعني ما أربح بالاقتصاد الكويتي أربح برا لأن كل عملية استثمارية هذه بالمبادئ لا سنصعبها بالمبادئ الاستثمار في مخاطرة وفي ربح المخاطرة دائما يقول لك لا تخلي كل البيض في سلة واحد هذه فكرة رئيسية نحن كل أهدافنا في صندوق الأجيال القادمة هو ربح كبير خارج المخاطرة المحلية تستثمر برا وفي استثمارات دائما في السواق العالمية ليش؟ عشان توخر عن المخاطر المحلية اللي هي التقلبات الصندوق هذا هذا هدف أيضا ربحي ولكن ليس هدف ربحي خالص هدف ربحي زاء التنمية يعني يربح ويوظف يربح ويوفر فرص على بالضبط يربح وينشئ شركات يعني هو شر ما راح يوظف بس هو راح ينشئ قطاعات اقتصادية جديدة هذه القطاعات راح تكون فيها مجموعة كبيرة مفروض عقوب ما تنشئ يدخل فيها استثمارات الاستثمارات راح تدخل على شكل شنو؟ على شكل شركات هذه الشركات ما تحتاج موظفين تحتاج موظفين من الموظفين؟ المواطنين الموجودين الصندوق هو اللي ينشئ الصندوق أو يصنع هذا القطاع من وليدي الصندوق راح يكون له وايد اهداف من احد اهدافه انه يبدأ يعني يسوي نسميه نحن seed investment او نسميه الاستثمار يبذر بذور لهذا القطاع يحط فيه مثلا ماستر بلان يحط فيه دراسات رئيسية يقول هذه المشاريع اللي موجودة عندنا وحنا حاطين فيها جزء من رأس المال او جزء من الاستثمار لكن نحتاج الاستثمارات من القطاع الخاص وهنا دائما نتكلم عن القطاع الخاص نتكلم عن القطاع الخاص بمعناه الواسع جدا اللي يشمل اكتتابات المواطنين ومشاركتهم والشركات على مختلف نتكلم عن القطاع خاص عن مجموعة شركات معينة نتكلم عن مجموعة كبيرة من فهذا الهدف الهدف الصندوق ايضا من هداف الصندوق انه يوطن بعض الصناعات خلنقول احنا طبعا هذا الامر بس عشان ابدأ فيه الصندوق يحتاج الى كثير من الدراسات في موضوع نسمونا الاسد الالوكيشن شون يستثمر شون الاستثمارات الرئيسية شون الحسن القطاع لازم يستثمر بي الفلوس من وين بمولا من وين الفلوس ايك على الفلوس بس احنا نتكلم وين يستثمر وين يستثمر انا قدر لقول لك جوابتي من مخي افكر والله لقيت احسن شيء تسوي لك وين تسوي مستشفيات واحد ثاني يفكر يقول احسن شيء كوي تسوي تعليم وين يقول لك والله احسن شيء تسوي فنادق يمكن لقيت نفكر تفكير مجرد يحتاج الى دراسة هذا هو شيء دراسة جدوى دراسة القطاعات الموجودة البنية التحتية اللي لها من اللي يقدر يسويها اش كثير تكلفتها العائد مالها وشنو التنافس ما يقدر نسوي مثلا قطاع معين يتميزة في دولة قريبة منه نزيل فما نقدر ننفسهم بس نشوف قطاع ما يقدرون ينفسون فيه احنا ناخذه ونكون فيه بايونير فيحتاج دراسة معينة هذه الدراسة يجب ان تكون كمقدمة بعدها نشوف القطاعات هذه وتستثمر فيها الدولة هذه كبداية او كخلق للقطاع هذا او كصناعة لهذا القطاع عقب ما يكون موجود القطاع هذا راح تكون جاذب لاستثمارات لم يكن فيه قطاع جاهز وربحك انا حين كمواطن يقولك تعال استثمر فيه مشروع هذا المشروع في قطاع جاذب استثمر اخلت سأحط مثالنا الكويت بتصير افضل منطقة صحية على مستوى خليج مستمام وبدأت تسوي فيه شركات مستشفيات بتنشئ مستشفيات هذه الشركات طرحت لكتاب العام انا مواطن مو راعي شركة ما عندي شركة مستشفيات خاصة فيني لكن انا احتاج ان اربح ودي اربح شوية فلوس حقي شون اربح شوية فلوس حقي والله هذه شركة مستشفيات الدولة مفرط لها اراضي فيه شركة عالمية جزء من الشركة هذه مشاركة مع مستشفيات عالمية شركة مستشفيات عالمية معروفة وجزء مساهم في الدولة نفسها من خلال مثلا استثماراتها من خلال صندوق سيادة خنقول وفيه جزء للكتتاب العام استثمر فيه او لا استثمر والله اقول والله هذا فكرة جيدة وفيها دراسة جدوى ومثلا خنقول الدولة تتعامل معها مثلا خنقول للعلاج وإلى آخر فأقول والله هذه فرصة استثمارية جيدة لي أنا كمضاطر راح أحط فلوسي فيه أكتب فيه وراح يفتح لكتاب العام مثلا جزء منه فأنا مو حاط فلوس وما أدري من راح يدير لا أنا أدري أن في مستشفى عالمي راح يديرها وأدري أن الدولة داشة كدعم وأدري أن الدولة مفرط لبعض الأمور اللي هو الخدمات سواء الخدمات الأساسية والبنية التحتية ومرفت لأيضا أراضي ومفرط لدراسة فهم كل هلأمور موجودة هذا راح تكون فرصة استثمارية جيدة لمواطن فهذا راح يخلق قطاعات اقتصادية اليوم كثير من الناس تبحث عن فرصة استثمارية ما تلقاها الفرصة الاستثمارية الوحيدة أنك تستثمر في البورصة وبعض الناس ما تقول ما تعرف في شون تستثمر في البورصة ما مواضح الفرصة الاستثمارية كثير من رؤوس الأموال الكويتية قاعد تخرج الخارج تستمر في مشاريع خارجية بعضها لتنوع الاستثماري وبعضها لأنه ما في مشاريع جائدة لجذب الاستثمار في الكويت كثير من رؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن مشاريع في منطقتنا وتعتقد أن الكويت من الدول المستقرة سياسيا لكن ما فيها مشاريع اقتصادية واضحة يعني هذا كلنا نسمعه يعني كثير من الشركات تقول لكويت خوش دولة تستثمر فيها استقرارها السياسي زين الناس زينين الدنيا القانونية جيدة لكن أنا صراحة ما نلاقي مشاريع دات جد واقتصادية ما في مشاريع فهذا يخلق مشاريع جديدة هذا الفكرة الرئيسية أيضا هذا يساعد في كذراع تنموية الدولة في كثير من مشاريع في قطاعات كثيرة الدولة تحتاج أنها تبني فيها وتحط فيها خنقول استثمارات رئيسية وتنميها منين راح يبنيها منين راح يطورها وأيضا بكون صدق السيادي هذا هو ملك للدولة سيكون هناك سهولة جدا في أن الدولة تحول لها بعض الأصول يعني مثلا لو أصل معين تحتاج أن الدولة تعيد هيكلتها ترتبها مشروع معين خنقول إحنا مشروع سكة حديد مثلا قاعد تكلمون عنها مثلا نقول والله نبيها إدارة جيدة ونبيها حديدينها بربح تحول على سيادة تحول إدارة طبعا تحولها كشركة كاملة شركة سكة الحديد إلى سيادة مثلا وشركة سيادة مثلا تنشئها وتطورها مثلا طبعا ما فيه أي قرار على هذا الموضوع أنا أكد أنا قاعد أتكلم عن فكرة هذا الذراع التنموي للدولة بهذا الشكل راح يكون مفيد وهذا موجودة يعني في السعودية مثلا موجود عند البي آي أف الصندوق السعودي في الإمارات عندهم عدة صلديق مثلا فيه مبادلة وفيه دبي القابضة فيه أمثلة كثيرة ممكن نستفيد منها طبعا بعضها تتوافق مع اللي في بالنا هنا وبعضها ما تتوافق لكن الأفكار قريبة جدا من بعض ممكن تستفيد من الأفكار وحايدا تستفيد من خبرتهم في الموضوع في بعض القضايا هذه وتستفيد من الخبرات العالمية الموجودة اللي متوفرة أصلا نزيل وأعتقد إحنا ككويتيين عندنا القدرة في موضوع الاستثمار بشكل جيد يعني فهمنا وجود طاقات كثيرة في مجال الاستثمار في مجال خنقل القطاع المالي ما أظن راح تكون تحدي نلقى الناس المناسبين حتى اللي إدارة هذا المشروع فهذه الفكرة اللي موجودة هي اللي قاعد تدرسونها الآن وتنشئون هذا الصندوق اللي راح يرد على الدولة بشيء وايد متوسح إن شاء الله قاعد يدرس طبعا الآن نحن في المراحل الأولى طبعا يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى أقرار يحتاج يعني هو مشروع موجود يحتاج إلى أقرار وإطلاق دراسته وهو إطلاق دراسته اللي حاطينا في برنامج حكومة من السنة الأولى وتبدأ أظن اللي جانا التأسيسية فيه أعتقد أن يعني هذه من الأفكار اللي كان الناس يعني خنقول حتى حتى نشوف ردة الفعل حتى في مجلس الأمة كانت ردة فعل إيجابية بالنسبة حسنا دكتور في سؤال بروح له وإلاني بطاريك ثم مرة قطارات وربط سككي وشركات شنو تفاصيلها اللي فهمت من البرنامج أنه ظهر فيه سكتين أو شركتين أوه في مشروعين مشروعين ربط السككي الخليجي الموحد وفي مشروع ربط السككي الحديد فلسمع فيه دكتور ما يخاف نحن من زمان نسمع 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 بسالحين كنا قاعد تركزون عليه بشكل كبير هو هو كمشروع موجود في برنامج عامل حكومة هناك لجان يعني حسب معلوماتي إنه لجان التنفيذية بدأت في الاجتماعات يعني إحنا قاعد إحنا يعني خنقولك إحنا كفريق ضمن الفريق اللي عدينا المسودة الأولى لبرنامج عامل حكومة من زين قابلنا 40 جهة من الجهات قابلناها طبعا ونصارت الأشغال وصار فيها نقاش طويل في هذا الموضوع وحسب فهمي لهذا الموضوع هناك لجان فني قاعد تجتمع اليوم بشكل أكثر سرعة يعني خنقول وطيرتها أسرأ طبعا يعتمد بشكل كبير على التعاون بين الجهات الحكومية على القرارات شون المشاريع هي؟ مشروع ربط سككي خليجي عادي مع دول خليج كلها وفي مشروع أيضا ربط سككي حديد سريع مع المملكة العربية السعودية سريع خطق قطار سريع وشغالين عليها؟ في اجتماعات في اجتماعات حسب علمي نعم في اجتماعات رئيسية مع الجانب السعودي تتم بشكل دوري إذا ممكن لسبوعين مرة ففي واحد مع السعودية واحد مع دول خليج مع دول خليج ضمن السعودية طبعا بس مشروعين منفصلين في احد النواب علق انهم قد يكون تكرار أو شيء شدي اظن لا هو اكيد مشروعين مختلفين لانا قرأت واحد يبدأ من ويصيب واحد من الجدادية فهم اراد يدارسين بالضبط في كل واحد لا مراحل طريق مختلف دكتور نسمعهم انه بالدخلون غطاء الخاص بالموضوع وقبله قاعد يقرأ انه في ضريبة على الشركات فاليوم الناس قاعد تسمع كلمة ضريبة ضريبة فأوش هي ضريبة على المواطن وعلى الشركات نعم الضريبة للمقترحة في البرنامج هي ضريبة على الشركات فقط شركات فقط هذه المقترحة في البرنامج اليوم الضريبة هذه لها عدة مسببات المسبب الأول الرئيسي انه هو تنويع لمصادر الدخل المالة الدولة اليوم اي نشاط اقتصادي يقوم في القطاع الخاص الدولة بشكل معين ما تستفيد منها بشكل كامل خزانة العامة للدولة مو الدولة كدولة اذا تكلمنا عن التوظيف فعندنا معالجتين للقطاع الخاص الدولة او البرنامج عمل الحكومة هذا تكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو الشراكة مع القطاع الخاص وهني اأكد مرة ثانية وارجع القطاع الخاص بمعناه الواسع سواء الشركات القائمة او الشركات التي تؤسس من كتتابات المواطنين ومشاركاتهم وممكن تصير شركة عالمية كلهم يشملها شرك شركات عالمية طبعا انت في النهاية تهدف انك تهيب اكبر قدر من رؤوس الاموال الاستثمار في المشاريع التنموية هذا الهدف المعلن يعني مو شي سري يعني اي واحد يريد يستثمر خليه يستثمر وان شاء الله يربح مو يخسر خليه يربح ويربح واحد ويفيد اقتصاد البلد يعني هنا في ساعات حزازية ياربح اكيد كل تاجر يعني يربح بس فيدني أنا كمواطن خلي المواطن يستفيد وخلي المواطن يشارك في الربح ليش بس يشارك بالاستفادة التنموية شارك في الربح يديش كمكتب في شركة ويستفيد منها ويربح واحد ان شاء الله وهذا اللي صار مع كثير من الشركات الحكومية يعني كثير من مواطني يستفادهم نزيل فاحنا الهدف ان يكون في مشاريع يستفيد منها كل الاطراف مو شرق طرف يخسر لا لا كل اطراف تكون ربحانة نزيل الدولة تستفيد ان هذه المشاريع اللي قويمت مشاريع تنموية لم تكلف الدولة شيء لانها خارج اطار المالية العامة للدولة فقيمت من قطاع الخاص ما وقيمت من ميزانية الدولة نزيل فاستفادت توفير مادي استفادت انها وفرت الخدمة للمواطنين وهذا دورها دور الحكومة نتوفر الخدمة فسهلت للقطاع الخاص ان يدخل ووفر الخدمة وضريبة واستفاد القطاع الخاص انها ربح ومن ربحة هذا استفادت الدولة من موضوع الضريبة انزيل اللي هو مطروح موضوع الضريبة طبعا هو موضوع مشروع قانون يجب ان يوافقه عليه مجلس الامة الا ان الضريبة سيعود باي اداء اقتصا احنا قلنا نشجع القطاع الخاص ونبيل القطاع الخاص نعطيه تمكين معين ونعطيه دور كبير في عملية التنمية وفي نفس الوقت يجب ان يكون لدور حقيقي في تمويل خزانة العامة للدول ودور الحقيقي هذا يكون من خلال ضريبة على ارباح هذه الضريبة يجب ان تطبق على الشركات احنا قلنا نقول حتى في دراستنا للموضوع طبعا احنا في مراحل اولية في هذا الموضوع يحتاج كثير من النقاشات واللي راح يناقشها طبعا مو آنة ولا حتى بس الحكومة هو نقاش راح يكون في مجلس الامة للمقانون انزيل هذه النقاشات تحتاج الى كثير من خنقول التفصيلات من اهم التفصيلات من يفرض عليها الضريبة اي شركة من الشركات يعني في يعني لو استشير انا في موضوع الضريبة لو استشاروني في موضوع الضريبة راح اقول الشركة لجب ان يكون ضريبة ما تؤثر على تنافسية الشركة فما يحق شركة انزيل توهى يديدة ما عندها يعني خنقول ثبات او خنقول في موضوع الارباح وكذا لحين ناشئة وقعد تكبار نفرض عليها الضريبة تقتلها قلها والله تفعين ضريبة انا قطاع خاص عندي شركة تصوير فمكن اليوم تفرض عليها الضريبة يعني انا تصوري المفروض طبعا انا مواني راح اضطونا عظامك للامة تصوري للموضوع والتصور اللي صار عليه نقاشات داخليا عندنا يعني في اعداد برنامج ان الضريبة هذه هي ضريبة التي تكون على الشركات المستقرة هنزيل هذه الشركات المستقرة لها طبعا وهذا أمر ما راح نبتكر شيء يديد بالكويت يعني شيء مطبق بالعالم موجود بتفاصيل يعني في مستوى من العوائد ما يتقلون عن الضريبة بعدين مستوى يأخذون عليه ضريبة تصعودية إلى مستوى معين يعني هذا أمر تقريبا العالم كله في يعني نفس لما أقول لك الحين مثلا بروح نفس الطلبة لشباب يتعاجسون عن الموضوع بروح أدرس بأمريكا ولا بروح أدرس بره يبترى مليون واحد راح وقفلك ترى سهل الموضوع مو شيء كبير يعني وانت شو أفضل واحد شو أفضل يعني يعني يسألون يعني 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 من أقاربي يعني بروح أمريكا وكذا وانا خايف مليون واحد راح أمريكا وغير منهم أنت أحسن منهم يعني فعاد نحن كالكويت أعتقد أننا يعني أحسن من كثير من الدول كحكومة يتكلم كأجهزة ككذا حتى كقدرتنا على الاستشارة أكثر من كثير من الدول التي طبقت الضريبة أو الرديع نزيل فما أعتقد أنها مشكلة كبيرة سيطبق على الشركات هذا هذا اللي نصت عليه الحكومة في برنامجه نزيل الأمر الآخر اللي الناس يجب أن تعي وهذا أمر يعني أنا أقول لك سوو نحط جوجل وكتب منموم جلوبل تاكس اليوم فيه اتفاق وأنا ذكرت هذا في جلسة مجلس فيه اتفاق بين 138 دولة على إطار عام للضريبة تفرض فيه الضريبة على جميع الشركات في جميع دول العالم خصوصا الشركات اللي لها أكثر من ثر فمثلا أي شركة كويتية كبيرة غالبا عندها ثرع براء الكويت غالبا عندها ثرع أو شركة تابعة أو إلى آخر لها تواجد خارج الكويت نزيل وهذه الشركات اللي نهدفها بالضريبة هذه الشركة راح تدفع ضريبة راح تدفع مو بس على أنشطتها بره حتى على أنشطتها في الكويت يعني مثلا خانج واحد من البنوك ربح أرباح كبيرة بالكويت وعنده فرع مثلا في دولة خليجية أو طبعا بالمناسب من 138 دولة كل دولة الخليج وقعت للكويت أي نزيل وهذا يحتاج إلى تشريع يعني خنجل نحن ممكن يكون في حماية للمواطنين وكذا ولكن في النهاية تحتاج أنك تكون مبادر أيضا في الموضوع تفهم الموضوع عدل وتحاول طبقه خصوصا إذا كان على الشركات يعني الكلام أنه كان كل اعتراض النواب وإعتراض أنه يكون ضريبة على الأفراد اليوم هذه ضريبة واضح ضريبة على الشركات مكتوبة يعني حتى من بعض النواب صرحوا أنه ما نبيض ضريبة على المواطنين لدينا مكتوبة بشكل واضح أنها ضريبة على الشركات وأعتقد أن كثير منهم يعنون أن ما ينعكس بعد على المواطنين بشكل معين وهذا حسب برنامج عب حكومة يعني موجود فرد مرتاني البنك عنده ربحان داخل عفر رح يدفع بره رح يدفع على كل أرباحه وبره فالكويت هل يحدث الكويت كخزانة عامة اخسرت الفلوس المفروض هي تأخذها رح تنوخذ الفلوس رح تنوخذ من البنك هذا من أرباحه بشكل أو بآخر طبعا وثقاليات وإجراءات وائد طويلة بس المبدأ واضح بس المبدأ شذي والمبدأ أنا أذكر حتى أن مسار النقاش داخلي قلت لحق أحد المسؤولين قلت لها بس أنت تسوي جوجل كتب minimum global tax وشوف فقرة الكلام حتى أن يشرحونها تعرف شرح جوجل هذا الصغير اللي فوق شارحينها بالضبط 138 دولة من التفقين على إطار معين لضريبة توافقية تصل إلى 15% هذا مكتوب يعني طبعا لم أتكلم أنه ليس لكويت في الطبق 15% أقول لك المكتوب في جوجل عشان لا أحد يقول أنه قلنا أن 15% هي ضريبة في الكويت المقترحة هذا قانون يجب أن يناقش في مجلس الأمة وفقا لخبراء يعني يجب أن يكون فيه خبراء من الضرائب بشكل تفصيلي ويجب أن يناقش إلا أن هذا المشروع يجب أن نبادر فيه لأن الإطار العالمي إحنا رح نخسر يعني طبعا هذا كله توقع تطبيق الإطار العالمي خلال سنة 2024 يعني بعد سنة أو أقل إحنا قلنا في آخر 2023 في 2024 سيطبق هذا الإطار العالمي إما نستفيد من هذه الضريبة داخل الكويت اللي رح تطلع رح تطلع من الشركات خصوصا من بعض الشركات الكبيرة رح تدفع رح تدفع رح تدفع أما نستفيد منها بالكويت أو تستفيد منها دول أخرى نسع الحين مو هذا الكلام الكلام حط لي الإطار العام وبعدين نطبق على بعض الشركات وبعدين نشوف إدرس الموضوع شون تأثيره وكذا فالإطار القانوني هذا يجب أن يكون موجود نسع طرق تشريعي وبعدين الإطار التشريعي عادة أن يكون لا تنظيمات ولا طرق وكذا هذا يمكن تدخل في التفاصيل بس اليوم يجب أن نقر بالمبدأ أن هناك مبدأ معين أن مبدأ الضريبة قادم عالميا سيفرر على الشركات الكبرى يجب أن نفهمه وفي إطار آخر هذه الضريبة لها فوائد كثيرة اقتصادية تدير من خلالها الاقتصاد بس نقول الضريبة كلها ما نبيها بها الحين بس الإطار العام هذا لننفذ فيه طريبة على الشركات بشكل معين نشرحها بشكل مفاصيل وهذا اللي جاء في برنامج نعمكمه إطار عام لضريبة خاصة بالشركات يعني وفق أفضل الممارسات العالمية حلو أنا أتكامل سعى المواطن يقول لك أنا هم شيء ما تضع علي ضريبة هنا فرض ضريبة على الشركات ما ينعكس علي أنا بارتفاع السعر فهذا تصير دور الدولة والحكومة نزيل دكتور بروح إلى موضوع وايد مهم الناس كلها تتول فيه ما سمعنا أحد يعني أني نقدر نقول من الحكومة يمكن إشرح لنا هو البديل استراتيجي نعم نزيل نسمع وإننا فيه شيء اسمه بديل استراتيجي وإننا فيه زيادة رواتب ولا شيء أنا بيعرف بس فكرة هذا الشيء الموجود أنا أدري إنه مو أنت المسؤول عنه بس أكيد ملتقي في مسؤولين مر عليك باجتماع ولا شيء فكرة بديل استراتيجي صجنا بعد سنتين بعد سنة بعد ثلاث سنين قبل الأشياء أنا أتجرد من دوري في إعداد في مساهبة في الفريق ما ليعد البرنامج هو شيء موجود أو لا داخل موجود موجود أنا أتجرد من هالدور وأتكلم بشكل كبير عن فكار عامة وخلي هذه الأفكار نكون إحدى ككويتين نعيها أنا أتكلم حين كمواطن أنا راح أستفيد من أي خينقول زيادة في الكوادر وكذا لكن أتكلم أنا كشخص يعني أعطيك أفكار عامة عندنا في الكويت في إشكالية في تصنيف الوظائف العكومية عندنا تقريبا أكثر من ثلاثين كادر مختلف عندنا أكثر من تقريبا خمسة وستين بدل مختلف هذا طبعا بالرواتب لها تصنيفات معينة لبعض الوظائف هناك عدب عدالة في بعض الوظائف ومقارنتها ببعض هناك تفاوت في بعض الوظائف المشابهة تفاوت في الرواتب بين بعض الوظائف المتشابهة هناك كثير من المكافآت أو الزيادات ليست مربوطة بأدائك مثل كموظف مربوطة فقط في الأقدمية فهناك إشكالية في بنية الرواتب العامة في الدولة من سنة 2014 كان في دراسة سموها البديل الاستراتيجي البديل الاستراتيجي هي بديل عن الوضع الحالي في تلك الفترة عشان شي سموه بديل إنه بديل ينظر إلى المدى الطويل إنه تعدل جميع آليات الرواتب في الدولة بشكل معين وعشان من هذا المسمى يمسمى البديل إنه بديل عن الواقع الحين البديل الاستراتيجي أو قلنا نسميناه في البرنامج والذي نحط في البرنامج هو إطار عام لمراجعة الرواتب يجب أن تراجع الرواتب وتراجع دراسة الناس تقول ليش بالسنة الثانية وكانتوا أشبعتوا دراسة الدراسات السابقة كانت فيها بعدها تغيرات كثيرة وقفت ننسي الفترة هذه وما حدوير الآن ما في دراسة أجريت عليه تفصيلية بشكل كبير من تلك الفترة إلا بعض المراجعات والمقترحات يجب أن يكون في دراسة تفصيلية لأن أي خلال أعطيك إياها من الآخر أي زيادة أو تغيير عبثي تغيير ما تسمي زيادة بعد تغيير عبثي في موضوع الرواتب سيزيد الفجوة في الرواتب بعد الناس لأن أنت ما درست عدل فأقول أنا والله خلاص نزيد راح تزيد ممكن الفجوة بين الناس الفجوة بين الرواتب راح تعزز موضوع عدم العدالة في معناته راح تعزز عدم الكفاءة أنا ما ربطت أنت معايير معينة واضحة للكفاءة فيجب أن تربطها والأمر الآخر التوجه اللي قاعد تشوفه في البرنامج وتوجه الحكومة أن اليوم وصلنا إلى مرحلة يجب أن نستفيد من القطاع الخاص في التوظيف في أحد المشاريع أن هناك إطار عام للتكويت في القطاع الخاص أنت ما تريد تروح تسوي شيء غلط اقتصاديا أنك تزيد بشكل كبير رواتب القطاع الآن واللي أعتقد أن كثير من الناس فيها بحقيقة مظلومين يعني اعتقادي الشخصي هذا مو اعتقادي يعني فيه ناس مظلومين وفيه ناس يعخذون أكثر من حقهم يمكن هذا اعتقاد شخصي وأتوقع عقل بالناس لو ما تسولف الدوانية كل الناس تعيدك أن هذا يأخذ هالكثر على شنو أنا محاسب والله فيها الجهة أستلم ألف الجهة الثاني ألف وسبعمائة أنا سألونها في الشغلة وأراتها أعلى وأراتها أعلى بالضبط فأنا أعتقد أنه فيه فيجب أن تعالج المعالجة هذه يجب أن تنظر إلى عدة أمور الأمر الأول مبدأ العدالة أن يكون فيه معدالة الثاني مبدأ الكفاءة أنه إذا شخص يقوم بأعمال فعلا أفضل ونحن نطلب منه مؤهلات حتى علمية أكثر في بعض الجهات نطلب مؤهل علمي معينة وكذا فيكلها مقابل الأمر الأخير والأساس والذي يجب أن نبدأ فيه ونمتهي فيه نحن في النهاية نتكلم عن دعنا نقول أن كل الفكرة هذه زينة فكرة البديل الاستراتيجية على أي طرح زينة خوش فكرة نبدأ نطرحها يلا خوش كان من أين سأتيبها الفلوس هذه هي مرتبطة بشكل رئيسي بمالية العامة للدولة وليس مرتبطة بمالية العامة في وضع واحد مرتبطة باستدامتها لفترة طويلة فيجب أن تدرس أي فكرة وفقا لهذا الأطر من أهم الأطر التي يجب أن تدرسها هي استدامة المالية العامة قدرة الدولة على وفاء بحقوق الموظفين هذين هذا يجب أن نشوفها بشكل كبير فأعتقد الذي وضع في البرنامج بهذا النص بهذا الشكل أنه يجب أن ينظر مبدأ العدالة والكفاءة والتنافسية مع القطاع الخاص أنك لا تجعل القطاع العام أكثر جاذبية من القطاع الخاص أنت عندك هدف معلن إذا طبقت البديل استراتيجي قطاع عام الناس تطلع من القطاع الخاص بالضبط أنت عندك هدف معلن أنك توجه الناس لقطاع الخاص نحن أصلا عندنا مشكلة بين القطاعين يعني من 2014 لليوم عندنا تقريبا كان عندنا 264 ألف موظف في القطاع العام 264 ألف سارة واليوم عندنا 371 زيادة تقريبا 41% بينما القطاع الخاص بينما القطاع الخاص هو اكسار فيه نقص 3% كان 73 أظن أو 74 هذا 2014 اليوم أنت قاعد تكلم في 2022 السنة التي طافت 72 فعندك تقريبا 3% عندك نقص مو زيادة نقص في ملاثة أنه فيه توجه أنك أنت قاعد تقتل القطاع طبعا في عدة أسباب ما تكلم بس الزيادات حتى أسباب حجم القطاع الخاص نفس أنت ترى حجم القطاع الخاص حجم كذا وذلك قلت لك من أهم أفكار التي قاعد تسويها سيادة والمشاريع الأخرى والاستثمار في القطاع الخاص والشراكة من القطاع الخاص هو خلق قطاعات جديدة تجتذب لها قدرة على استذاب الموظفين بالإضافة إلى عدة قوانين تستفيد فيها من القطاع الخاص بشكل مباشر كل الحجف الدوائي ما قلون هذه الشركات ما استفدنا منها استفادت وما طلعت شون نستبي ستستفيد منها تبيت تأخذ منها ضريبة فتفيد المالية العامة للدولة تبيتها توظف في إطار عامل التكويت بتروح في في أحد مشاريع برنامج عامل حكومة أن هذه الشركات تدفع ضريبة وتوظف كواتين وإن شاء الله تربح لي تربح ما عندك مشكلة إذا تدفع ضريبة فإحنا شريك كدولة وتأدي خدمتها وتأدي خدمتها التلموية وتوظف كواتين ملتزمة بإطار التكويت ونزيل وخلها تربح ففي النهاية أنت شنو كل الناس مستفيدة القطاع الخاص راح تيك استثمار كثير راح تيك لها قدرة على التوظيف فإذا وسعت هذا القطاع الخاص هذا هدف ما تيتسوي هدف أو خل نقول مشروع يقتل عكسه عكسه هذا مشروع كبير هذا يعني إحنا في كلمة سمو الرئيس قال إحنا نهدف إلى الشراكات العامة مع كل المقاومات المجتمع من هم هذا القطاع الخاص الذي يجب أن يطلع بدوره الرئيسي سواء في تمويل المالية العامة من خلال الضريبة وتكويت الوظائف أو خلق الوظائف للمواطنين هذا هدف رئيسي القطاع الخاص الذي نبي من مقابل هذا نعطيك تمكين معين نعطيك خلنقول توسع في الأنشطة وإلى آخره فهذا فالفكر أن نبدل الاستراتيجي مستحق بيسوونه يجب مستحق ويجب أن يجب السبيل الدراسة ما هو عبثي زيد 100 زيد 50 زيد 150 وبعدين خلنعطيك أنا حين خلنأطلع شوية من حكومة وكلك اقتصادي أي زيادة عبثية في الرواتب أي زيادة عبثية في الرواتب غير مدروسة هي إساءة للمواطن وخفض لمستوى معين شيء وليست لأن أي زيادة عبثية هو عبارة عن تأجيج التضخم راح تزيد التضخم نحن كل يوم نشتكي كل يوم أنا أشوف قروباتك مع ربعك في الواتساب وغيرها قاعد يزون قروبات شفتوا هذا المطعم زاد أسعارها شفتوا هذا المطعم زاد أسعارها شفتوا هذا الشركة زاد أسعارها والذي يقول زاد أسعار المدرشين وزاد أسعارها هذا نسميه هذا نسميه التضخم لماذا يصير التضخم؟ أهم أحد أسبابه نزين الذي هو أن يكون فيه نقد وما فيه عرض كبير يجد فيه فلوس وايد لكن ما وسعت القطاع الخاص ما وسعت السوق نحن سميه بالله أفضل ما وسعت السوق وزيت فلوس تبزيت الأسعار ما سويت شيء زيادة فأنا حين معاشي ألف أو معاشي ألف وخمسمية إذا الألف والألف وخمسمية يبولي نفس الشيء ما أفرقت براتب يعني الفرد بالراتب هو الراتب الحقيقي وش كثير ييبلي فنتقع الشراء على خطين خط بديل استراتيج وزيد راتب المواطنين زاد القطاع الخاص القوي الحكومة تستغل الحكومة زاد الحكومة تستغل الفكرة الرئيسية في البرنامج إنها تشتغل بهذا الشكل وممكن القطاع الخاص الخطة الرئيسية في البرنامج قطاع الحكومة يخacyj Schlえば مقوماتها هذا الأساس مقوماتها هو تشجيع القطاع الخاص ولكن ممكن تزيد الدعم الكويتين بقطاع الخاص يعني عندهم قطاع خاص يمكن تزيد دعم أماني لي طبعا يجب أن تدرس هل دعم العمالة هو العائق الرئيسي أم هو العائق الرئيسي من دراسة أولية لهذا الموضوع ليس هذا العائق الرئيسي كثير من الناس تودع أن تذهب الغطاء الخاص مع دعم العمالة الحالية مشكلة أن القطاع الخاص أقولك ثابتة ليس أرقام الكويتيين فيه يعني أرقام الكويتيين قلت لك من 1974 حتى الغير كويتيين في القطاع الخاص أرقامها ثابتة لم يقعد زيد ما معنات هذا؟ القطاع الخاص ميت القطاع الخاص ليس يكبر القطاع الخاص يجب أن تعيش القطاع الخاص يجب أن managers نتكبره يجب أن تفتحها للقطاعات جديدة قطاعات اقتصادية جديدة هذه القطاعات llegóIF تفتحها من خلال استثمارات رئيسية في البنية التحتية لهذه القطاعات سواء سيادة ممكن يوسيق على القطاع سيادة مثلا تسهيل القوانين دعم بعض القوانين متعلقة بأملاك الدولة فتح بعض المجالات التمويلية هذه كلها أمور تساعد في هذا الأمر دكتور رديتك إياي اليوم آخذ راحتك ثلاثة سئلة أخيرة أمرات المملكة عشان نختم دكتور المدينة الترفيهية نسمع عنها أن في مدينة ترفيهية وبيسوونها ما رح يسوونها أنا عن نفسي ما فهم صراح بالبرنامج أن نحطين بالسنة الرابعة هل تشتغلون فيها بعد أربع سنين ولا أربع سنين تفسدها المدينة الترفيهية الآن انتهت الدراسة الأولية منها اللي يسمونها الدراسات اللي يسمونها الهايلف الدراسات الأولية اللي تعطيك مؤشرات رئيسية وهذه بعض الألقام اللي ذكرت في برنامج الحكومة بناء على الدراسة الأولية هناك الآن دراسة رئيسية يسمونها دش في الماستر بلان وهذه تقريباً أظن خلال أسابيع إذا مؤقل ستوقع الدراسة اللي تحط الماستر بلان يحط هنا مدينة ترفيهية يسمونها ثيم بارك ويمها منتجع وتوزع وتبدأ تحط لهذا والتعاقدات كل الشي الرئيسي هذا وهذه دراسة مطولة جداً حتى ندخل في بعض الدراسات الهندسية والتوزيعات أنا ما أفهم وقت الأمور الفنية هذه اللي لها علاقة بالهندسة لكن دش في كثير من الأمور هذه بعدها أنت تدخل في مرحلة يسمونها التعاقدات وشتون تبدأ تدش فيه فهي ماشية بشكل جيد ماشية أعتقد أن الأخوة في المشاريع مشروعات السياحية أخ فاضل الدوسري والمجموع العلوية شغالين بشكل كبير وأعتقد أنها في الفاست تراك في اهتمام شغالين ماشية حسب فهمين هم شغالين بعد أربع سنين يبلشون الشغالين بعد أربع سنين لا لا الهدف أن المدينة فيها على الأقل تفتتح طبعا هي لها أظن أقسام أظن على الأقل الأقسام الرئيسية فيها المفروض تكون إما شغالة أو يعني مدشنة خالصة زين دكتور الإسكان قاعد يقرأ أن هذا المشروع من ذلك فيه الإسكان في حل جذري قاعد تشوفني في أذنا في قوانين طبعا أعتقد أن يعني يعني حسب فهمي طبعا أنا قلت لك مرة ثانية هذا البرنامج أعد من قبل فريق قوبلت فيه أكثر من أربعين جهة أنت مو وزير إسكان أدري ولا مو عم وزير هي المسألة المسألة أن أنا هذا الكلام في بعض الأمور أنا يعني خلنقول هذا فهمي من خلال مناقشات مع المسؤولين عن هذه الملفات يعني قاعدنا في عدد كبير من الاجتماعات تقريبا أكثر من ستين أو سبعين اجتماع مع أطراف مختلفة هذه الأطراف هذا فهمي لكلام عشان بس أكون واضح شون قاعد أنقل هناك المشروعات المتعلقة بالهيئة الرعاية السكنية هذه المشروعات لكن هناك مشروعين رئيسيا وفيهم تعاون مع المجلس أظن بشكل جيد اللي هو مشروع المدن السكنية أو كان يسميه تطوير العقالي ومطور العقالي والتقوا المجلس والحكومة على مشروع المدن السكنية هذا المشروع بتطوراته سنقول يجب أن أظن أنت بعد قابلت ساقوضيف دكتور عبد العزيز ساقعبي وسار نقاش على هذا الموضوع وأعتقد أنه فيه تعاون جيد بين الحكومة وكذا فيه أقراره وإن شاء الله يكون نفس التعاون فيه تنفيذة إذا كان وأيضا تلافي أي أخطاء أو شيء فيه فعندك مشروعي رئيسي لهذا والتمويل العقالي هذين المشروعين سيكونون رافض ثاني موازي للمشروعات لهيات رعاية السكنية إذا كان مو مكمل لها ورح يمشون بخط أسرع يعني هذا توقعي وفهمي لمشروعات العزيز هناك في 15 ألف توزيع اسكاني في جنوب القيروان وجنوب سعدة عبدالله في 42 ألف وذنات بناء جنوب القيروان وجنوب صفح الأحمد فهذا موجود هنا في البرنامج وعلى قولتك أنه صار فيه تعاون نيابي حكومي نعم قانون مو درسكاني فهو ممكن لكل يشتغل نزيل هذا البرنامج كامل أقدر حين لو بسير متشائم جدا بقول لك إبانا هذا بي دي أف كله أوراق وكله كلام شنو اليوم جدية الحكومة والقطاع الحكومي وجهة تنفيذ الدولة أن يطبق اللي قاعد يشوفه هذا كله نعم أنا خلأ أعطيك إياها يعني هنقول لك أكلم كشخص متجرد عن البرنامج من السذاجة بمكان أنك تعتقد أن هذا البرنامج رح يمر بدون تحديات فيه تحديات كبيرة جدا وصراحة صعوبة في بعض البرامج يعني أنا أعتقد أنه فيه صعوبة كبيرة في تطبيق بعض البرامج إلا أنه فيه مؤشرات إيجابية نزيل فأنا أقول لك أنا أكون ساذج لو قلت لك والله هذا البرنامج رح يطبق بسرعة وما فيه مشاكل وكل شيء تمام والأمور طيبة وخلصنا ونمشي الحين أعتقد هالي سذاجة كبيرة ليس سذاجة صغيرة لكن فيه مؤشرات إيجابية أهم مؤشر إيجابي أن الحكومة فيه برنامجها بيينت أغلب التحديات التي تواجهها فبينت أنها عندها فيه مشكلة في بناء القدرات فيه صفحة كاملة عن بناء القدرات وشوان ممكن تعالجها المشكلة فكلمت عن الاستعانة بالمنظمات الدولية في بعض القضايا استعانة في بعض الخبرات العالمية الاستعانة في كذا وكيفية تطوير هذا ففيه مشروع كامل لبناء القدرات تكلمت عن التعقيد الإداري فيه أمرين رئيسيا الأول تكلمت عن موضوع أملاك الدولة تشابك الإداري في إدارة أملاك الدولة كثير من مشاريع في الكويت تواجهها مشكلة بسبب قضايا وتشابك القانوني في قضايا أملاك الدولة كثير من مشاريع التنموية الكبرى فيه تشابك قانوني يجب أن يحل وهذا مو واحد قائلة أنا قاعدة أقولك أنها مشكلة الحكومة حطتها في البرنامج وهذا يعني وضع به أن هذا التشابك موجود ويجب أن نحله وهذا تحدي أمامنا فيه تنفيذ هذا البرنامج فهذا أمر جيد الأمر الأخير أن نتكلم أيضا عن موضوع التشابك بين الهيئات وإذلك تلقى أحد الهم المشاريع هو عملية إعادة هيكلة الهيئات عندنا هيئة الخسخص أو هيئة الشراكة أو هيئة المعرفة هذه فيها بينها تشابك في بعض المواضيع وفي بعض المزايدات ورجنة المناقصات العامة ومعرف أي شيء هذا أمر واضح يعني أنا ما أقع أكلمك أن هذا النقاش ليس نقاش البرلمان وكلامهم وملاحظاتهم هذا النقاش داخلي بين الحكومة ووزارة ونوقش وفيه اهتمام في معالجته لازم نعالج ولا ما رح نشتغل عشان نفذ هذا الجانب عشان نفذ هذا وهذا أيضا يحتاج في نفس الوقت هذه حق الإشكالات هذه بالإضافة طبعا إلى أنهم تكلموا عن الهيئات تكلموا عن كذا وأيضا تكلموا عن الشراكة مع القطاع الخاص كثير من شاريع الحكومية ما تريد أن تنفذها الحكومة بروحها تحتاج إلى شراكة في القطاع الخاص نزيل كان فيه نحن نسميه ساعات الشريك الذي لا بد منه لازم تدخلها وياك القطاع الخاص ويشتغل ويبني ويسوي ويقدل وأنت في النهاية أنت ضابط أن يقدم الخدمة بشكل جيد فيه رقابة عالية على تقديم الخدمة بشكل جيد وأيضا أن يؤدي لك ضريبة ناس ما ذكرنا ويوظف الكويتيين نزيل إذا أعطاني هذه الثلاثة الشغلات الله يرزقها خليها يربح أنا بي يربح أصلا أبي وائد ناس يربحون عشان يربحون عشان كل الناس تي وتسوي مشاريع وتربح توفر لها الثلاثة شغلات توفر لي خدمة ممتازة أنا مراقبها ومؤديها يوظف لي ناس ويدفع لي ضريبة حياهم الله نزيل يعني هذا سواء تكلمت أنا قاعد أكلمك عن النقاشات اللي سارت يعني هذا مو كلامي أنا بس هذا كلام النقاشات اللي سارت حياه الله أي واحد يستثمر وهذه همنا أكد مرة ثالثة ورابعة وعاشرة على موضوع عندنا القطاع الخاص هو موقطع خاص أشخاص معينين رح يوني يستثمرون هو أنا وإنت واللي موجودين وقاعد يسمعوننا الحين كل الناس تعالي بساهم حط لك ساهم في شركة أربح وأخذ خدمة وفي دخلان عامة الدولة من أرباحك كضريبة كل الناس أطراف ربحانة هذه المعادلة يعني كانت هذه هي النقاشات ما قبل إعداد البرنامج أو خلق لتحت إعداد البرنامج وإذاك تلقى كثير من البرامج أو الصيغ اللي موجودة حسب هذا الفهم اليوم هل يطبق أو لا طبعا فيه تحدي كبير أنا أكون ساذج لو قلت لك اليوم لا ولا خوش مشروع الحكومة جادة ورح نطبق خلص كل الحكومة خلص خالصة لكن الحكومة أنها تحط يعني خنقول فيه برنامجها كل هذه التحديات فيه برنامجها كاتبة التحدي الأول والثاني والثاني حطتها كإضاءات كاملة وتوضع شون التحديات اللي موجودة هذا أمر أعتقد إيجابي الأمر الإيجابي الآخر أعتقد أن هناك تعاون كبير بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء من خلال لجنة التنسيقية على الأولويات من خلال بعض المناقشات فيه لجنة صحة فيه لجنة فيه لجنة تنسيقية بين المجلس الوزراء ومجلس الأمة شون الأولويات تبونها وتفقوا على أربع برامج وقر منها برنامجين أو ثلاثة يعني فيه تعاون واضح وهذا أمر يعني بالنسبة لك خلق أطلع بره أنا كما لي علاقة بالحكومة من زين أعتقد أنه مؤشر إيجابي هل هذا مؤشر إيجابي كافي ولا لا هذا أمر تقديري آخر أعتقد أنه مؤشر إيجابي الأمر الإيجابي الأخير أعتقد وجدا مهم هو اهتمام الحكومة بمتابعة البرنامج من قبل فيه لجنة تشكلت قبل عرض البرنامج على مجلس أمة نفس ما ذكرت برئاسة نائب رئيس منس وزراء وزير الدفاع الشيخ عمد الثهد عضوية نائب رئيس منس وزراء وزير نفط وزير الشؤون الاقتصادية الدكتور سعد البراك وعضوية مجموعة من وزراء كل هذا مهتمين فيه متابعة تطبيق البرنامج هذا مؤشر إيجابي أيضا كبير أنه مهتمين بهذا المستوى يعني لم يكن هناك لجنة لجنة ما تكون بهذا المستوى أثنين نواب رئيس منس وزراء موجودين في هذا البرنامج في متابعة البرنامج أعتقد مؤشر إيجابي صياغة البرنامج والتوجيه في صياغته أعتقد أيضا هذا مؤشر إيجابي لا تقلنا في البرنامج أنه سنعزز الاقتصاد ما هي كلمات مطاطية ما راح نعزز الاقتصاد الوطني ما قلنا والله إحنا راح ندير المالية العامة بحصافة ونسكت شون بديرونا بحصافة قلنا في مشروع مشروعين ثلاثة أربعة وهذا النقطة الثانية مثلا أقول لك أنا إذا بكون إيجابي ومتفاعل وياك دكتور كل شيء هنا موجود داخل حاطين أنت مدة زمنية هل في شيء موجود مو مطبق بدول العالم يعني شيء فكرة من راسكم ولا في لها نماذج وأنثرة تستعي فيها وطبقها أعتقد أن النس ما قلت فيه فيك أفكار أغلبها موجودة وبعض الأفكار اللي موجودة شيء قابل للتطبيق وبعض الأفكار اللي موجودة هي أفكار يعني هنقول لك كثير من المشاريع اللي موجودة هي مشاريع بادية في التنفيذ راح تخلص مبتشر شون تتخلص في السنة ثانية في مشروع مثلا تسليم قسام صناعية ومدريش راح تخلص في السنة الثانية وثلاثة شون هال هي بادية بالشغل يعني فيها ماكو شيء يعني من خيالكم موجود خصوصا في قطاع النفطي مثلا هنزين ما نحطيناها في البرنامج ما نحطات في البرنامج بشكل رئيسي ليش؟ لأن يعني أكثر المدى الزمن للحكومة في بعض المشاريع اللي هي أفكار يعني ما لها خنقول مقاضب هنزين ما تقول هذه استبعدت أيضا من البرنامج في أفكار إحنا حطيناها بشكل رئيسي لنبين أنها أولوية للحكومة راح تكون يعني مثلا لما تسمعك إطار شامل أو إطار عام هذه في جدية فيها الفكرة في اهتمام فيها بس لتبين أولويتها كثير من القطاعات اللي هي تعمل في الحكومة أنا أكد على الكلمة هذه هي تعمل بأعمالها اليومية كل يوم الوزارة الفلانية تقوم بعدد كبير من المعاملات للمواطنين تقوم بعدد كبير من المعاملات هذه كل الأفكار هذه ما تكون تحطها في الحكومة تقولي الحكومة تخلص مثلا تصدر هالعدد من الجوازات هالعدد من البياس الأعمال يومية عمال يومية تخلصها المعاملات مو موجودة في النامج دكتور ترانا وايد مستانس ان في طرف من الحكومة اليوم شوي انت اقتصادي اكثر انشاء اللبس انا ما ناقشتك وايد بقضايا التعليم في وايد قضايا الصحة متروس من حكومة تكلمت انا في جانبك اكثر كان يهمني صراحة اسمع عن الدين العامي يهمني اسمع عن صندوق سيادة يهمني اسمع عن هذه الجوانب مشكور انك موجود يمكن ثقلت عليك في الوقت بيانه تقريبا ساعة وخمسة وعشرين اوه الهدف خسر بعد دقيقة بس لنا صراحة يعني كنت توسع من سؤال اي سؤال لنا كل الناس اليوم بدلا نسمع هذه الاشاعات ونتناقش وندش تويتر ندور اي شخص يفسر لنا اليوم احد معدين هذا البرنامج موجود جدامي وجاوبنا صراحة يعني بكل تفاصيل صحيح او اغلب تفاصيل اقتصادية لتقص هذا البرنامج صحيح في شي ناقص في شي بالك لا والله مشكورين على اللقاء وانا اشكرك يعني جسمة وان شاء الله يكون يعني يعني كلنا يعني اتكلم لك كمواطن كويتي اشوف يعني هذا البلد يعني والخدمات ومشاريع هذه مشاريع يعني لي انا كمواطن اكثر منها جسمة اتمنى طبعا تطبيقها انظر الى تحدياتها بعين واضحة موعين اشوف ان فيش تحديات كبيرة يجب ان نلتفت لها جميعا يجب ان ننظر الى تحدياتها قبل ننظر الى الآلية التطبيقة اذا تسهلت هذه التحديات ومشت ان شاء الله اغلب الامور اللي خاصة بالتطبيق تكون يعني العوائق هذه تزال هذا اول شيء لازم نشوفه يعني اما بعد اذا ما ازيلت هذه العوائق فمثل ما قلت تبقى بي دي اف او حبر على ورق حال حال كثير من الافكار الجيدة اللي قد تكون ليس لها تطبيق الله يعطيك الفعافية وقوك الله بسلم بسلم يا دكتور بسلمك بسلم